بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس والصديق العزيز أليكساندر فوتيتس رئيس جمهورية السربيا الصديقة بداية أود أن أعرف عن سعادتي البالغة باستقبال فخامتكم والوفد مرافق لكم في مصر تزياره الأولى من نوعيها منذ 15 عاما بما أكس الرغبة المشتركة في تعزيز صداقة تاريخية بين بلدين الممتدة منذ بد علاقاتهما الدبلوماسية عام 1908 والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف من خلد دوريهما البارز في تأسيس حركة عدم الحياس وأكد لكم فخامة الرئيس أن مصر تثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب السربيا ونتطلع إلى مشاركة تجاربنا المختلفة وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم السيدات والسادة الحضور أن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا المشترك لإستمرار البناء على الزخم الذي تشهدوا العلاقات الثنائية في عقاب زيارتي إلى بلدكم الصديق في عام 2022 حيث عكست الحفاوة التي حزيت بها من فخامتكم والطفرة التي شهدتها وترز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية في عقابيها وجود إيمان مشترك بأهمية واضح أساس راسخ لتنمية العلاقات الشاملة بين مصر والسربيا كما اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طولة الأمد في جميع المجالات وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم لا سيما اتفقية التجارة الحرة التي ستساهم في دفع معادلات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل كبير إضافة إلى أهمية الانعقاد الدوري لاليات التعاون السنائي وعلى رأسها لجنة المشاورات السياسية واللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بما يسفل عن دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في قطاعات الاستثمار والزراعة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا المهلمات السيدات والسادة على صعيد دولي تناولت المباحثات تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية حيث أكدنا ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن كما تناولنا تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا إضافة إلى الأزمة الرهنة في قطاع غزة حيث أكدت الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن ورفض مصر القاطع للتهجير بجميع سوري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وضلت وقف السيدات في المدنيين وعنف المستوطنين ورفض مصر لتوزيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أدالي إحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة كما تطرقنا إلى تطورات الأوضاع في منطقة غرب البلقان حيث أكدنا أهمية الدور السربي في إرساء الاستقرار وتعزيز التعاون بهذه المنطقة في ظل دور سربيا البارز لتفعيل مبادرة البلقان المفتوح بما أعزز من فرص التقارب بين دول منطقة غرب البلقان ويرسخ لقواعد الاستقرار الإقليمي فخامة الرئيس ختاماً أود أن أعرف مجدداً عن سعادتي باستقبالكم في بلادنا وتمنياً لفخامتكم وأفدكم المرافق إقامة طيبة في بلدكم الثاني مصر وتطلع إلى أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين مصر وصربيا بما يساين في تعميق علاقات التعاون وتبديد أواصر الصداقة الممتدة التي تجمع شعبين وبلدينا شكراً جزيلاً وأدعوكم فخامة الرئيس للتفضل بإلقاء كلمتكم سيدي الرئيس فخامة الرئيس السيسي صديق العزيز أود أن أشكر معليك على حسن الضيافة الذي أظهرتمه لنا لأننا فعلاً نستشعر وكأن مصر والقاهرة هي وطننا الثاني أود أن أتواجه بالشكر لفخامتك على الجهود المبدولة منذ زيارتكم في عام 2022 وقد وقعنا اليوم عدة اتفاقيات في غاية الأهمية وخاصة اتفاقيات التجارة الحرة بين الدولتين لقد وقعنا على كثير من الاتفاقيات الأخرى التي تهم برزا دعونا نشطة التعاون والتعاون والتعاون وقد وراء على كثير من البلدين لكن للعزيز يجب أن نرأ بهاه وقد أتفاقيات أننا له على الكثير من الكثير من المبت Myanmar والعزيز فيهم ومهتم المظ解 في عام 2021 وقعناโدك في العام ورؤية الأفع وأنا نفanu محب دعا تنيد أسكن تريد أن نحب أن نحب أن نحن 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 أشكار محب أن نحن نحن أن هم أنشطاً ما يحدث الآن هو بمثابة إعجاز في العلاقات الدولية بين البلدان وخاصة فيما يتعلق بمجال السلام لأن اليوم في عالمنا اليوم هناك الكثير من البلدان للأسف التي لا تدعو إلى السلم بل تدعو إلى العكس منه ومن ثم فقد تطرقنا كما ذكرت فخامتكم إلى الكثير من القضايا الدولية ومنهم وضوع الأزمة الأوكرانية والعديل من المسألة الأخرى التي نتشارك الرؤى فيها ونتشارك الأراء تناقشنا أيضا في الكثير من الأمور اللاجئيسية الأخرى وسبل التعاون في المجالات الفنية والزراعية والعسكرية وغيرها سوف يكون لدينا تدريبات مشتركة بين أقوات المسلحة للدولتين والقوات الخاصة في الدولتين أيضا أعتقد أننا سوف يكون لدينا كثير من زيارة المستثمرين من السرب إلى مصر ونرحب بالطبع بالمستثمرين المصريين في سربيا وبالطبع كل ذلك سعددوا اتفاقيات التعاون التي وقعناها اليوم والتي سوف تأتي بالكثير من الخيرات لشعبين وبالطبع كل ذلك يهم بلدينا وبالنسبة للعلاقات السياسية بين الدولتين فإننا في حالة تشاور مستمرة ونلتقي في المنتجات الدولية ونتفق على أننا لدينا كثير من مصالح عن مشترك أمرة أخرى أود أن أشكركم على حسن الضيافة وفي الليلة الماضية تناقشت مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن الكثير من المسائل ذات الاهتمام المشترك أيضا غدا سوف ألتقي بالكثير من الوزراء في جامعة الدول العربية ولكنني الآن أود أن أخبر فخامتكم بشيء ما أنا في الواقع معجب للغاية بطريقة التي تدير فخامتكم بها البلاد في ظل المناخ المحيط بكم يوجد لديكم النزاع في السودان والأوضاع في ليبيا ويوجد لدينا بالطبع المشاكل في قناة السويس مع وجود الفرسيين وتجلدين الأزمة في غزة ولديكم حوالي 9 مليون لاجئ في مصر وبالطبع أنتم بالرغم من كل ذلك تستمرون في البناء واستمرتم في بناء عاصمة جديدة واستمررتم في التنمية في الساحل الشمالي لمصر على ضفاف البحر الأحمر أيضا وأنا أود أن أهنئ فخامتكم على ذلك الأمر وأنا قد حلفني الحظ حقا لأتعلم الكثير من فخامتكم ورأيت الكثير من الأمور من منظور مختلف وأود أن أشكركم مرة أخرى على كرم الضياف ودائما تأكدوا أنكم لديكم صديق ممثل في جمهورية سربيا نحن نرحب بزياراتكم على المستوى الرئيسي أو الوزاري لدينا وأعتقد أن أود أن تقبل فخامتكم دعوتي لزيارة سربيا مرة أخرى لتحيى الصداقة بين الدولتين شكرا